انتشلت عناصر الحماية المدنية لوحدتين سيدي بن عدة وعينتي موشنت جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر بشاطة الهلال في بلدية سيدي بن عدة حيث عثر على الجثة عالقة بين الصخور في المنطقة المسمة القدوس وهي في خالة متقدمة من التعفن والتي يرجح أن تعود لمهاجر غير شرعي أين تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد مدغري بعاصمة الولاي عينتي موشنت في حين بشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها